مشاهدين وشاهدي في الجول أهلا بكم في التغطية الخاصة اللي بيقدمها موقع في الجول للدوري السعودي النهاردة معانا من استوديو في الجول الإعلامي المتميز الأستاذ عبدالعزيز بن دراش أهلا بك أستاذ عبدالعزيز منورنا ومتشرفنا في موقع في الجول أول شيء حياكم الله يعني حقيقي نفسي أني موجود هنا في بلدي ثاني مصر العربية وجودي في داخل الاستوديو في مدينة مصر العربية يعد إضافة لي كمستوى الشخصي الحفاوة الموجودة في الاستوديو من الأخوان العام الليين خلف الكنترول طريقة الإعداد شيء يشرف كل العربي أن يكون يعني موجود في هذه المنصة العربية التي تستحب كل تقدير وإعجاب في البداية كده عايزين شوف رأيك إيه منشيني المدير الفني المنتخب السعودي شايفة ده المنتخب السعودي مع منشيني إزاي حضور منشيني مؤكد أنه لم يأخذ بيعني يعني إلا بعد دراسة مطولة واستفاوة ومشاورات منشيني معروف عنه أنه يعني قيمة تذريبية عالية جدا يمتلك يعني شخصية وكارزمة للإعداد والبنات الصبر على الشرع الرياضي السعودي لازم يكون صبور جدا على منشيني حتى يصل إلى الأهداف لأنه يعني منشيني يجيد الإعداد يجيد البناء والتأسيس فما هو كتأهدف أصلا للتحدي السعودي في التعاقل مع منشيني هو المطلوب منه كم مطلوب من أي مدرب حسب أهدافك ونجاحاتك الكرة السعودية الآن يعني فيها قفزات كبيرة جدا ولازم يكون تواكب يعني العالمية بشكل أو بآخر الأمير عبدالعزم تركي الفيصل أو موجودين في الاتحاد السعودي يريدون الوصول بالمنتخب السعودي لأعلى منصات تتويج ممكن أن تصل لها بالأهداف والمنشودة والمرجوة من المدرب المنشيني ولكن في نفس الوقت يعني قضية الصبر قضية إخراج جيل جديد للمنتخب السعودي يبني فيه المنتخب السعودي الوصول الهدف الرئيسي هو الوصول إلى كأس العالم إن شاء الله الاستحقاق المقبل الذي ربنا كتبه للمملكة العربية السعودية أن تصل المجموعة مع منشيني لكأس العالم بشكل نموذجي ويعني أسماء تستحق أن تصل أو تلعب أو تقدم إنجاز آخر على غرار كأس العالم الموجود في الدوحة طبعا بعد أن فوز على الأرجنتين ده كان أبرز مقاس كمان للقوة العربية بشكل عام هو ما في شك يعني المنتخب السعودي في كأس العالم قدم يعني لوحة رياضية عالية فخر كان لكل العرب وليس كان حقنا على السعوديين المباريات الثانية يعني أن يخسرها المنتخب السعودي كان فيها عوامل معينة لياقيا في إجهاد عالية الاستشفاء كانت فترة قليلة الخبرة أحيانا خانت بعض الأسماء الغيابات الإصابات لكن بمجمل كأس عالم المنتخب السعودي قدم يعني وجه مغاير ومختلف وللأمانة يعني حتى خروجه أي نعم النور لم يكن بالطريقة التي كنا نأملها ولكن في الأخير تلك كرة قدم والقادمة إن شاء الله أجمل للكرة السعودية من وقت نظرك شايف رحيل الفرنسي هيروينور عن تدريب المنتخب السعودي لم يكن موافق لم يكن أرغب أنا كإعلامي سعودي برحيله لأنه لدي الوقت يعني ليعمل رجل لصاحب شخصية داخل غرف الملابس أعتقد الجميع شاهد الفيديو في غرف الملابس بين الشوطين كيف تحدث كيف تفاعله مع اللاعبين واسمه كيف انقلب أشكال لعبين المنتخب السعودي داخل الشوطة الثاني الحماس القوة الإصرار القرينتة الحقيقية للقميص المنتخب السعودي كان فعلا يعني مختلف يعني وتفاجأنا فيه جدا يعني كشارع رياض السعودي فقضية خروجه أعتقد أنه من المؤكد أنه يعني المسؤولين في الاتحاد السعودي وصلوا مع هيراند لطريق مسدود ما أعرف خفايات بالضبط حتى لا أشتهد في اللوم أحد على أحد ولكن الموجودين في الاتحاد السعودي لهم رؤية معينة ولهم توجهات فبالتالي حين تختلف الرؤى من شخص لآخر وتشعر أن الأمور غير مسلم بها للهندفة الحقيقية لابد أن تتغير اتجاك ليعني تجد مصالحك الشخصية في شخص آخر طب خلال يعني تعيما شيني مدير الفنين المنتخب السعودي هل كان فيه أسماء أخرى؟ كانت فيه أسماء مطوحة أكيد زين الدين زيدان كان من أسماء مطوحة أيضا لتدريب المنتخب طب وإنه حصل؟ زيدان يعني الأمانة رفض يعني أكثر من عرض قدم لهو الرجل يطمح لتدريب المنتخب فرنسا ويأمل في لحظة من هذه الأيام المقبلة أن يكون هو بعد مدير فني المنتخب الفرنسي طموح ورغبة فيه ليس عدم إيمان بالمشروع هو رفض العرض المقدم له نعم رفض العرض المقدم له أنا ضد أن يكون زيدان هو يعني مذيع زيدان ليس بالله يعني المدرب الذي يعني محنك بالقدرة الكافية أنه يبني جين جديد بالتأكيد أنه لو استمر في ريال مدريد خروجه من ريال مدريد عدم يعني اتفاقه هو ورئيس النادي على استقطاب أسماء ولاعبين حتى يعني يغير من جلد ريال مدريد ليصل مع ريال مدريد لمناطب أخرى يعني لازم كمان نحط في الحسبان أنه العقلية اللاعب الأوروبي مهما كانت تفوق عقلية اللاعب العربي هذا جانب المدارس والإعداد والتأسيس في أوروبا يعني في الدول الأخرى تفوق أيضا المدارس الموجودة عندنا عربيا قد تعاني أحيانا أنت كمدرب من الأسماء الموجودة عندك ولكن تجد أنه في أرض خصوة أنه ممكن أن تعطي تعليمات ممكن هو يبني عليها نجاحات الفكرة الموجودة عندك حتى زيدان لما كان في ريال مدريد كانت لديه يعني أخطاء كبيرة مع وجود الأسماء الأفضل من الأسماء الموجودة في السعودية مع التالي أنا أرى أنه وصول يعني منشيني إلى تدريب المنتهب السعودي أنا أرى أنها يعني صفقة رابحة السعين فعلا بمنشيني وزيدين من وقت نظر أول شيء الخبرة السيفي بين أنا أتكلم على التحقيق الإنجازات زيدان بحقق هاتريك شامبيونزلي حقق كاس عالم حقق ولكن كسيفي مدرب أنا أعتقد أنه فيه غاب بين الاثنين زي جوزي مورينو مثلا رجل قوي جدا في تأسيس الأندية واستقطاب اللاعبين فهي تخصص وتوظيف لكل مدرب مدرب يبني ومدرب يحقق إنجازات قد تتوفر في مدرب تلك الصفات ولكن قليلة يعني زي مثلا كابلو كابلو رجل من المدارس القوية والكارزمة في تدريبك على مستوى العالم يشابه جوزي مورينو في كثير من الأفكار هذه ولكن أنا أرى أنه ميشيني يعني قد يكون لديه سعة بال ولديه يعني مساحة للتعامل مع الأسماء الموجودة في الكرة السعودية أكثر من زين الدينة زيدا طيب من المدير الفني كان عبد العزيز من دروق يتمنى لهو يكون مدير الفني من منتخم السعود والله فهم يكابل للأمانة رجل عبقري رجل يعني مارس تدريب سواء كان ضمن المرشحين من ضمن المرشحين ولكن لم يكن هو الهدف الرئيسي منتخم السعودي أو الناس الموجودين في الاتحاد السعودي على وزارة الرياضة أيضا كان تهدف إلى أنه يعني يكون الشخص يعني هم حطين عناط أو يعني نقاط معينة تتوفر في أغلب المدربين الذي توفرت هو اللي يكون أنسب وأنجح للمرحلة الكرة السعودية إذا كما تفضلت أنها تمر بمرحلة انتقالية الآن المرحلة انتقالية تحتاج إلى شخص متفاهم وعالم بالخفايا رجل مطلع على كل صغيرة وكبيرة حتى يستطيع التعامل معها أنا كنت أتمنى كابله لأنه كابله يعني رجل ثقيل للأمانة في التدريب ويعرف حينكا وكواليس بعض الأسماء الموجودة في الكرة السعودية لكن في الأخير زي ما قلت لك هي تظل يعني خيارات وأهداف واقتناع ببيئة وإلى آخره فمنشيني سوف نقف كلنا يعني منشيني قلبا وقالبا للوصول إلى أهداف ترسمها الكرة السعودية إن شاء الله رأيك في إعلان المملكة ترشحها لصدافة كاسع علم 2034 هذه تظاهرة وكارنفار رياضي كبير جدا السعودية لا شك إنها قادرة وبقوة على صنع يعني كاسع علم وحدث رياضي كبير جدا البنية التحتية متوفرة بشكل كبير ولان هناك إقامة لكثير من المنشآت الرياضية في المملكة العربية السعودية استهداف الأسماء الكبيرة على مستوى الأندية السعودية ككريسيانو رونالدو أو نيمار أو كاريم بنزيمة هذه كلها أدوات نجاح للكرة السعودية تضرب فيها في قضية التسويق والترويج لملفات كاسع العالم للكرة السعودية للبيئة السعودية للعقلية السعودية نحمد الله سبحانه وتعالى أننا لدينا رجل عظيم يقود الرياضة السعودية من خلف الكواليس سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعر عمان ولي العاد يعني هو الرجل المحفز لنا الأول والأخير نحن يعني محسودين جدا على وجود يعني ولي العهد هذا الرجل الشاب القوي صاحب الرؤية صاحب الملهم والإحساس الذي يدفع للكرة السعودية وجميع الكيانات والمقدرات في المملكة العربية السعودية إلى طريق النجاحات إن شاء الله ندخل بعد الدوري السعودي بعد ورود 9 قولات شايف الصدر الذي يتحقق من الدوري السعودي تناسب مع حق من الأنفق لو قلت لك نعم هاكون مخطئ جدا لأن الأسماء الموجودة الآن تحتاج إلى فترة معينة من الزمن للإنسجام للتجانس للتناوم لفهم بعض اللاعبين لكرة القدم كرة أو فكر جماعي ولعبة جماعية فبالتالي هم قادرين الأسماء الموجودة الآن إن تصنع الفارق لا شك هذا ومحققين يعني كمية يعني أكثر من 80% من الأهداف الموجودة حتى الآن في الجولة محققين اللاعبين لجانب لا شك رفع الرتم في الأندية السعودية في الدوري لا شك أنهم مرافعين المعدل والمشاهدات وقضية التسويق قضية المتابعة قضية إلى آخر النجاحة هذه حاصلة بالتدريج ولكن أنا أشعر أنه ما زال الكثير من يعني يلزمنا الكثير مو الكثير من الوقت ولكن الكثير من تفاهم عقلية اللاعبين حتى يكون فيه التجارس والإنسجام لنصل إلى الأهداف يعني المرجوة أنا كلاعب سعودي الآن لما أحتك بلاعب غير سعودي لابد أنه أنا أحتاج أنه وقت زمني حتى أتفهم يعني اللاعب بمجرد النظر تحركات الأمور الفنية والتكتيكية هذه مهم جدا أنه يعني اللاعبين السعوديين يعني لو تشعروا مثلا على سبيل المثال في نادي النصر الآن فيه استجام كبير جدا بين كريسيانو ورونالدو وغريب عدوى التجانس الأول تشرت كما تفهم وتشربها غريب لكثير من الأسماء الموجودة في كثير من الأندية والأهلية والهلال والاتحاد صدقني يعني مخرجات اللقاءات راح تكون بأكثر جمال وأكثر قوة وأكثر جودة طيب أنت شايف أن طبعا اللاعب النظومين كبير ده يعني نقوم بأرقام كبيرة جدا فلكية نعم وفلكية بالنسبة للدول السعودي هل كان فيه غيره من اللاعب من بعض؟ هي ممكن تنطبق بين السعودي والسعودي أنا يعني خلينا أكون واقع أكثر يعني والله الآن أنا وقعت مثلا بعشر مليون جاء الكابتن حامد وقع مثلا بعشر 12 مليون أنا لا يعني أحاول قدره مستطاع تجديد القادم يكون أعلى تمام لكن أنا كلاعب السعودي أنا مؤمن أنه قيمة اللاعب الأجنبي يعني مولكل على النعم ولكن بعض الأسماء يعني كغريسيانو أو نيمار أو بلزيمة أو كانتي أو إلى آخر يعني أي رقم يأخذ يعني تقتلوا أنه هو محسوب أصلا وليس محسوب من النادي فقط يعني صندوق الإستمار السعودي ما هيدفع الرقم هذا مجرد أنه أنا يعني أدفع رقم عشان يعني أجيب هذا اللاعب وقدر ما أنه أيضا فيه استفادة وفيه عائد مادي وفيه إنجاز وفيه أهداف معينة وتحقيقها مسيرة يعني القضية ليس قضية كرة قدم فقط لا كرس يعني أنا يعني عجبني تصريح كريسيانو رونالدو بعد ما انتهى من التوقيع وكذا هو لديه واحد من أصدقائه وصحفي أسباني في الماركة ولا اسم من خاني الذاكرة تحدث لكريسيانو رونالدو قل يعني تكلم بلسان كريسيانو أنه المحادثات أمتدت لأكثر من ثلاثة أشهر هو تكلم كريسيانو مع اللاعب ذا قال كانوا يعني شديدين في الملاحظات شديدين في العقود شديدين في طرح الأهداف اللي لديهم يعني ليس قضية أنه أنا أدفع مال عشان لا أجيب كريسيانو اللاعب عندي أبدا القضية مختلفة تماما لاحظنا كريسيانو رونالدو يلبس الثوب يلبس الشماغ مع بزيما مع أسماع كثيرة من في اليوم الوطني السعودي هي رسائل ليست كرة قدم فقط يعني المملكة العربية السعودية دولة سلام وأمان واستقرار لما ترسل رسائل عن طريق هؤلاء النجوم على مستوى العالم تضع النقاط على الحروف أن الكرة السعودية أو المملكة العربية السعودية قادمة إلى الرياضة بشكل مغاير وأهداف مغايرة لتحقيق إنجازات مستحقة بإذن الله محمد صنوح شايف كان مفوضة تحاد قد معه إزاي؟ وأنا شايف أن محمد صرح من قنيق الدور السعودي والنصاب الأستاذ المرة الحائلي يعني هذا من خلف الكوانيس هذه المعلومة رئيس الاتحاد جندة التقى بمحمد صلاح يعني باجتماع مغلق لمدة أربع ساعات تقريباً يعني لما أنا أنا أقول شيء وأنا يعني بشكل عام أنا متأكد من الكلام اللي بقوله الآن أنه نيفربور ومحمد صلاح كانوا موافقين محمد صلاح يعني لاعب أفتخر فيه كل عربي ملاك النادي والمشجعين للفربور الإنجليزي يعشقون محمد صلاح لدرجة كبيرة فما بالك بأبناء جلدته قيمة وإضافة كبيرة جداً 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 على مستوى العالم وليست على الكرة الإنجليزية فقط هو أنا لا أنا أراه من التومب ثري على العالم وليس التومب فايف نعرف أنه بعض الأمور أنه لا يصل إلى مثلاً الشركات المروجة والمراهنات أحياناً تضعف وجود محمد صلاح في التومب ثري لأهداف ماركتينج ليس أقل ليس أكثر يعني اتفقوا على كل شيء تقريباً والنادي أوكي وافق أيضاً طب كانوا عرضوا كم؟ والله ما يحضرني العرض للأمانة كان الرفض كان موجود من كلوب لأنه يقول لك أنا أنا أبني المجموعة والخطتي على محمد صلاح فأنت لما تسحب محمد صلاح أنت كانك تسحب العمود بتاع الخين ليس أحبته مهما حاولت أنه ناس بتمسك هتسقط عليك بكرة بعده فقال أنا ما عندي أي استعادة أني أنا أسحب محمد صلاح خصوصاً الموسم هذا ممكن الموسم القادم لأدخل السوق اللاعبين أقدر أجيب لثنين ثلاثة أسماء تشيل المجموعة لكن ساعة محمد صلاح الآن في هذا التوقيت رح ينهار لفربول بالكامل لأنه هي منظومة عمل زي ما قلت لك هي عمل تكاملي كرة القدم لعمة جماعية فكان الرفض من كلوب فأيضاً حمل النادي ومجلس الإدارة كلوب أنه في حال رحيل محمد صلاح أنا راح أطلع أتكلم أنه أنا ما لدي علاقة نهائية لأنه يعتبر هو البيك بوس بتاع الرفربول محمد صلاح عساس لو صارت مشاكل لا يلام كلوب في الأمور هذه فخوف الملاك النادي من الجمهور الرفربول والمشاكل اللي ممكن تحصل لما تضجح هذه يعني ترك محمد صلاح ولكن محمد صلاح بإذن الله وإن شاء الله أنا هاجتزى المقطع ذا عندما يأتي محمد صلاح قد يكون محمد صلاح الموسم المقبل في المملكة العربية السعودية في إحدى الأندية في العاصمة في العاصمة فيه هلال وفيه نصر يعني ممكن هلال أو النصر ممكن مش التحدي قده ما أتوقع طبعاً يعني إيه؟ التحدي قده هو اللي بدأ والله هذه معلوماتي اللي أنا وصلتني أنه قد يكون فيه هلال أو فيه نصر بالنسبة لديه خلينا أقول لك 75% ميسي كان مفاوضاتك كثيرة ضدًا من الهلال وفقع ميسي بها في الدول الأمريكي شايف الرومد ذا بسبب إيه أو إيه حصل الرفض يعني ترى لم ي حتى ما كان من ميسي أصلا الرفض كان من زوجة ميسي إنه البيئة ما رح تتناسب معها ومع أبنائها لا شك إنه لعب كبير وهي نقلة قوية جدًا خصوصًا أنه لما هي جاء يجي فين في الهلال وكريستيان موجود في النصر فيتحول دي الكلاسيكو حق العالم بمعنى وبشكل آخر بين ريال مدريد وبرشلونة إلى هلال ونصر الحب كان للرياضية لم تكتمل لزي ما قلت لك لأنه كان عايش في باريس سنجرمان في نفس النادي وكانت زوجته غير مرتاحة حتى في باريس وهي موجودة هناك مع أنه كان عايش في قصر ومكان فارح جدًا ولكن هي ما كانت مرتاحة نفسياً طبعاً هذه من مصادرنا أيضًا فبالتالي هو ما حب أنه يجيبه مع السعودية ولأنه تعرف اللعب الرياضي إذا ما كان مستقر مستقر نفسياً وذهنياً وفنياً في بيته هل ينعكس عليه داخل الملعب وانت تشوفه الآن هو في إنتر ميامي مرتاحين عائلته ميسي جالس يقدم عروض كأنه في باريس شلونة في عام ألفين وخمسة وستة وسبعة وثمانية كلما أنا رتحت نفسياً وكان في حضور ذهني عندي داخل الملعب هذا ينعكس أنه أنا داخل المنزل مرتاح ومستقر وعايش حياة سعيدة جدًا بس المفاوضات يعني كنت أخذت وقت طول جداً طب ليه أخذت الوقت ده طرع ما هو في الأول كان في رب لهو الرفض ما كان مباشر في قبول مبدئي لكن قلت لك المانع مع زوجته فالموضوع أخذ يعني مساحة أكبر يعني أنا كلامك أن ميسي مستحيل لقى الدور السعودي لو مستحيل ممكن الموصل المقبل تحصله بوجود ممكن نريد بإذن الله بس في نفس الوقت أنت بتقول النازوق طول يعني القضية هي قضية إرضاء أحياناً وأنا ممكن أطلع مع أقول له خلاص إحنا نطلع مثلاً إلى أمريكا إرضاء وكذا بس أنا بختم حياتي رياضية مثلاً أو مهنية في السعودية لأنه أنا أتقاضى مبلغ ضخم جداً وسنة سنتين وأنا أكون خارج أصلاً نطاق قرة القدم في الأخير هي تنازلات فأتوقع بشكل أول حتى أنت لو شفت من الفوضة الأخيرة حتى برشلونة حب أن يكون ميسي عنده في الموسم هذا في العارة الأخيرة لكن صدقني يعني هو كان مكسب كبير جداً لو حضر الموسم هذا ولكن تخيل السنة المقبلة يكون كريستيانو وميسي ومحمد صلاح يعني تحية إعجابة وإقدار لكل العاملين في وزارة الرياضة بس شايف بنسبة قدية ممكن ده يتحق ميسي خمسين خلال فطلة انتقالات الصيفية الماضية كان فيه كلامي من نادي الشعاب السعودي في التعاقد مع أحمد صيد زيزول عبد نادي الزمال هنشايف بعد تغير الإدارة الموضوع خلاص انتهى أم لا ممكن فيه مفاوضات تانية من نادي الشعاب أو نادي السعودي أخر والله شوف يعني للأمانة الكرة المصرية يعني كرة عريقة وكرة يعني أصيلة وفيها عوائد فنية عالية جدا وفيها أسماء يعني دائما لما تأتي للمملكة العربية السعودية تقدم أداءات كبيرة وإضافة للكرة السعودية هي تعود إلى الفكرة الإدارية أو الرئاسة الموجودة في كل نادي لديه توجه له يعني مدرب يحضر قد يرغب في حامل يكون في نظمة المجموعة قد يكون لا يرغب وقد يكون يحتاج اسم آخر فالأسماء المطروحة قد يكون تفتح الملفات من جديد لكن تعود إلى قناعات المدرب لأنه في الأخير أنا كرئيس نادي لما أجي رئاسة النادي أمسك صعب أني أنا أفرض اسم معين على المدرب تمام؟ لأنه في الأخير المدرب ما راح يتحمله لأنه يقول لك أنا هذا أنا ما طلبته يعني منك ممكن يصرح فيه في أي لحظة فأنا أرى أنه الكرة المصرية تحديدا الولادة كل يوم بأسماء وأسماءه يعني للكرة السعودية فأعتقد أنه الملف يعني شيء بمغلق الآن لكن في الفترة الشتوية ممكن يعني تكون فيه أسماء أخرى مصرية ليس حكرا على لعب الشباب فقط خلال الساعات الماضية كان فيه تأرير سعودية أنه فيه مفاوضاتنا محمد الشناوي حارس مرمال نادي الأهدي صحة الكلام ده من عدم وياه لا شك أنه الكبت محمد الشناوي يعني حارس عملاقه كبير جدا وأي نادي في ناس سعودي يعني يتهافت على الكبت محمد الشناوي أعتقد أنه التجربة الأولى للكبت محمد الشناوي مع نادي النصر يعني لم تكن وفقة بشكل كبير قد يكون الاختلاف في بعض يعني الإدارات الموجودة أو بعض البنود التي كان متفق عليها تغيرت فجأة يعني طالت من قنب اللعب أو من قنب النادي؟ والله أتوقع أنه من جانب النادي لأنه هم ارتقوا أنه يرون حارس آخر يعني إمكانيات أفضل كذا يعني أنا أرى أنه يعني الكبت محمد الشناوي قد يكون الموسم المقبل في إحدى الأندي السعودية ممكن يكون النادي الأهلي هو أقرب للكبت محمد الشناوي لأنه لم يكن وفق الخيار للحارس المرمى من دي في النادي الأهلي وشاهدنا إخفاءات خبيرة له يعني على المستوى حراسة المرمى حتى لم يكن في النادي الأهلي السعودية قد يكون في الأندية اللي مثلا يعني خلينا نقول زي الشباب زي مثلا اتفاق التعاون الأسماء اللي يعني يعني أقل من التوب فور ليس تقليلا ملكة محمد الشناوي لكن هي زي ما قلت لك كرة القدم في الأخير أهداف واحتياجات بالنسبة بعد التحاد قدة وصابت أحمد حجازي هل هناك جديد بشأن وصابت أحمد حجازي أو هل تحدد موعد عوضته للتدريبات إمتى؟ أولا نتمنى الشفاء للكبت أحمد حجازي يعني الأمانة سبب نقلة نوعية في دفاعات الاتحاد وفي الكرة السعودية يملك كاريزمة هالية جدا في خط الظهر المداثعين ومن أسماء القلائل الموجودة اللي تحضر الملكة على السعودية اللي يستطيعون بناء الهجمة من الخلف بكل هدوء وكل أريحية أثر حتى على المجموعة اللي حوله يا سلام أثر على المجموعة أنه كيف تطلع ويكون عندك ثقة وكيف تبني قضية التجانس والتفاهم هذه حجازي استطاع في وقت قصير جدا أنه يصل بدفاعات الاتحاد أو صورة الاتحاد العظيم إلى بر الأمان مصادر الشخصية تقول أنه أحمد حجازي بحول الله سوف يكون من الأسماء الموجودة في بطولة كاس العالم الأندية في جدة العيادات يعني في عمل مستمر لتحضير اللاعب وصل إلى المرحلة كبيرة من الاستشفاء لا شك أنه أحمد حجازي عودته تعيد الروح لنادي الاتحاد ولكل المدرجة العريض له جميع يرون رغم الصفقات العالمية نادي الاتحاد جدا ولكن المستوى ليس أفضل شيء هل ترى أنه ممكن أن يؤثر على أداة تحاد جدا في كاس العالم الأندية؟ مدرب نادي الاتحاد حتى الآن لم يصل إلى تشكيلة معينة مع الغيابات التي تحصل له ولكن في الأخير نونسان تولي هذه تخبطات أنا من لئة نظرك عبد العزيز أرى أنه حمد الله وبنزيمة لا يوجد توافق نهائيا لأن الأدوار شبه متقاربة حمد الله رجل أو لاعب يختلق المشاكل دائما بطريقة أو بأخرى شاهدناه في النصر نشاهده الآن في الاتحاد التصريح الأخير أن نتكلم فيه كريم بنزيمة يعني الشي بالشي يذكر أنه أنه نونسانتو لم أو لا يوجد العمل التدريبي باحترافية هنا هذه علامة استفهام كبيرة عندما نونسانتو يرحل عن التحديد هو أرد تكلم كريم بنزيمة أنه الرجل هذا عليه علامات استفهام في عمل التدريبي كمدرب محترف فلما تجيك علامة الاستفهام هذه من شخص ككريم بنزيمة تشعر أنه فيه خلل في منظومة العمل هل فيه معلومات أن نونسانتو يرحل عن التحديد ده؟ هذا الرحيل يعود للإدارة أنا أعتقد أنه في حال يخفاق نونسانتو في كاس العالم للأندية خصوصا مع النادي الأهل المصري إن كتب الله يعني وخسره أعتقد أنه سيرحل مباشرة مباشرة إذا حقق إنجازات هيستمر توقعاتك بعد المباراة المحتملة ما بين التحديد ده والأهل كاس العالم للأندية منها يكسر لا إحنا خلينا نتكلم أنه الناديين كلهم كبار أنا أعتقد أنه إذا التقى الاتحاد السعودي والأهل المصري من وجهة نظر عبدالعزيز أنه الاتحاد السعودي رح يعاني لأنه لديه يعني ثغرات كبيرة في خط الظهر بوجود أحمد عجازي رح يحاول يلملم جراحات ولكن يا أحمد عجازي حتى يعود إلى مستوى طبيعي يحتاج إلى فترة معينة وأعتقد حتى الاتحاد هو ما رح يجازب فيه إذا كان لم يكن جاهز 100% لا شك أنا أتمنى فوز الاتحاد السعودي على الأهل المصري هذا ما فيه خلاف كوني سعودي وهذا ابن جندتي ولكن فوز الأهل المصري لا يقلل من قيمة الاتحاد وفوز الاتحاد لا يقلل من قيمة الأهلي ولكن أنا أرى أنه المبراء يعني سوف تغلق في تفاصيل بسيطة في أمور فنية بسيطة إذا استطاع عقلية المدربين من الفريقين التعامل معها بشكل جيد وتحضير اللعبين بشكل كبير اللي أكثر سيطرة على المجموعة رح يكسب بالإضافة لأنه المدرجة للاتحاد هذا بيته ومكانه أعتقد هو المحفز رقم واحد للاتحاد من سنوات طوال ولكن كرة القدم تعترف بالجهد والعطاء وبكده نكون خلصنا من فكرة الحوارية نروح لفكرة سؤال وجواب بروجة نظرك أفضل لعب سعودي سأل مدوسي أفضل لعب أجنبي بالدور السعودي مدوسي فيتش أعتقد أفضل لعب مصري في تاريخ الدور السعودي أعتقد أحمد حجازي لعب مصري تمنيت انضمامه للدور السعودي محمد الشناوي النادي المصري الأقصر شعبية في الدور السعودي النادي الأهل المصري تحديدا لأنه أو قياسا خلينا نتكلم السوبر الأفريقي الموجود كان في مدية الملك عبدالله في الطائف جمهور النادي الأهلي طبعا أنا كنت حاضر كواليس العمل لرابطة النادي الأهل المصري في جدة تحديدا انطلقت باصات من جدة من الرياض من القصيم من مدية المنورة من مكة المكرمة جمهور كان ممتلئ في مدية الملك فهد الرياضية في الطائف هذا يعطيك مؤشر عن كثافة وعن قوة قاعدة جماهيرية النادي الأهل المصري في السعودية طب وبالنسبة للزملك ما كان موجود في البطاعة عربية كان موجود بس على استحياء للأمان لم أرى يعني جمهور النادي نادي الزمالك بالكثافة اللي موجود فيها النادي العلي المصري في السعودية هذا الفكام بتجامل النصري والهلال في الدول السعودية إلى حد ما احنا هيكونوا بسطين جدا ببودك معنا يعني وصلنا نهاية الحوار وكنا نتمنى ان الحوار اللي ما يخلص استمتعنا جدا ببودك معنا في موقع في البول الله يعطيك الصحة والعافية والف شكرا لك أستاذ حامد ولي جميع الأخوان الخلف الكواليس سعيد بحضوري وتواجزي معاكم داخل الاستوديو وأتمنى ان احنا قدمنا شي مفيد للمتلقي وبكده نكون وصلنا لعيد حوارنا وانتظرونا في حلقة الجاية في طقتين خاصة من موقع في البول للدول السعودي سلام اشتركوا في القناة